انا تلقيت في شاطئ عندي عندي عامين يعني الناس اللي عارفين معلومات على الوالدين اللي كانوا تدرت ليهم بنتهم ولا تخل ولا ولا خطفوني ولا معرفش انا شنو كانوا قائل مهم لي لي سامع فحال هاد القصة فحاله كي قدر يعوني لاي جازي باخير انا مش نطلب والو انا وليدي اما طارب منه متشاشي حاجة انا غير بغيت نعرف الحقيقة انا مطالبة من وليدي تشي حاجة الحمد لله ان الناس اللي متبنيني رعيني احسن رعاية يعني معمري انا فكرش اناني انا انا نقلب الى وليدي احتى ان هاد لاش لاش حتعمروا محسوني اناني انا مربية الحمد لله عيشة معهم احسن عيشة مكبريني احسن قريت احسن قرية الحمد لله تزوج اندي دابجت لوليدات الزوج دي اللي متفهم اناني انتقلب على وليدي اما عندوش المشكيل يعني غير خصني غير نعرف الحقيقة دي كعنا ما تستفهم ما تبقاش عندي الى كانوا ممكن الى كانوا يشوفوني الى قدروا يتعرفوا عليا انا جميع المعلومات غنعت تحطوهم في هذا الفيديو اناني انا تلقيت صغيرة في البحر يقوني الشرطة دوني دوني مركز ذا اللي حسنة اذاك الشي لاش ما تمتش لاغو الشيخ ما كملاتش هاد شي اللي عندي انا غنقولو السلام عليكم معاكم هودا صدق انا كنوجه الوحد النيداء الوالدين ديالي الى تمكنوا انهم يشوفوا هاد الفيديو غنكون دعما ذاك الشي اللي بغيت بغيتهم غير يعرفوني اناني انا داب عندي ثلاثة عشرين سانة وعمري ما فكرش اناني نقلب عليهم ولكن 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 بالنسبة للظروف اللي خلوني اناني انا ناخد مبادرة ونقلب عليهم لاناني اي انا كانوا كانوا انوا معا مشكلون في الصغور ديالي كانش عندي عامين كانوا لقوني البوليس في البحر شاطئ عين ديالي العنب للقوني هزوني دوني المؤسسات لالحصنا وانا في اذيك الوقيتة كانت لقيتة ديالا لغو الشيخ ديالي انا قاموا الوالدين ديالي هم الوالدين ديالي حاليين بتتبني بتتبنوني يعني ما تمتش هديك ما تمتش ما كملتش المهمة ديال الشرطة صافي مني تتبنوني ما ما خبرونيش أنا بدك الحقيقة حتى وصلت الواحد لاج ديال لبعتاشر عام خمستاشر عام أنا عرفت الحقيقة ما أنا عرفتها راسي ما قالوهش يهوما صافي مويم عرفت الحقيقة ودك شي ما يعني ما قلتش ما نطش قلبش ولا بغيت نعرف ولا تل هاد السن هادا دوروف لي خلاتني أنا نقلب إلي والدية وندي المبادرة من عندي نبدأ أنا ندير رحلة البحث وكانش مننا من الله يوفقني ونقال نوصل لدك الشي اللي أنا بغيت أنا عام زوجة عندي جشت الوليدات أنا كنوش جهد نداء بغا نلقى والدية بغا ما مش عارفوا على ولادي بغيت أنا نعرفهم أنا لحقاش دابا أنا فعلا ما تسيفهم يعني ما عرفش شنو المشكل اللي كان وقع من الأول يعني بنت تلقاش عندها عامين ولا تلت سنين في البحر را ما عرفش أنا ديك عامين ولا تلت سنين اللي دست قبل فين كنت شنو دوروف دي الوالدية ما يمكن كونت ودارش يمكن كونت تخطابش يمكن لحقاش الأفاش كاش وقع في الدنيا ما عرفش أنا شنو قع ليا قبل حش الاسم اللي أنا مسميه دابا هودا ماشي هو اسمي الحقيقي هودا صدق هدا غير اسم منسوب ليا يعني أنا بغيت نعرف الاسم الحقيقي ديالي شنوه والأم ديالي الحقيقية والأب ديالي الحقيقي يعني ما الحقي نعرفه لكن شو كتشوفوني أنا ما عنديش حتى شي مشكل أنكم ديوا تعرفوا عليا أنا ما عنديش لا مشكلة معناوي لا تشي حاجة أنا متقبلة بروح راحبة أنا ننطلقها معاكم ونعرفكم باش ما تبقاش ديك عنا ما تستفهم عندي وما بقاش أنا كنتألم كل ما كانش فكر هذا الموضوع كنتألم كنقول وش والدية تخلى عليا شنو أنا السبب اللي غيتخلى عليا بي والدية وأنا ما دي روال وأنا طفلة صغيرة عندي عامين ما يمكنش أنا طفلة صغيرة غتلاح في البحار تكون غراق تكون قاعدت ليا شي حاجة يعني بزاف الأسباب ما مخصمش أنا يتخلى عليا أنا أنا تجرحت في صغري لقبل هذا الشي ولكن حاولت نداوي راسي براسي حاولت نداوي راسي براسي حاولت نداوي راسي براسي بمساعدة الأهل ديالي اللي هما معايا دابك يساندوني قولنا احنا معاك حتى الموت يعني ما خلوني نقصني حتى شي حاجة لا ماديا لا معنويا لا الدراسة ديالي توفقت فيها الحمد لله توفقت في حياتي زماء على أحسن وجه غير أنا شنو كنطلب دابا كنطلب أن والدي ديالي كانوا كيشوفوني ولا توصلوا بشي لا توصلوا بهدلي فيديو ولا شي واحد من المقربين ديالهم ولا شي واحد اللي اسمع القصة ديالي وعالف أنه يقدر يعوني وخغير بشوية وخغير بمعلومة بسيطة هذه المعلومة بسيطة هو غاش بالي معنومة بسيطة أنا غاش قدرت شفيدني بزاف وبزاف أشي اللي كان طلب أنا يا من الناس وشكرا